برج الجديد اذا شوف انه انت ممكن البعض منكم بهاي الفترة يكون كان مر بعلاقة ثلاثية او هو حاليا بعلاقة ثلاثية وما قاعد يقدر يطلع من عدها او ممكن يكون اكو طرف ثالث بينك وبين الشركة على الصعيد العاطفي اشوف انه انت متمسك بشخص بصورة كبيرة جدا وده تحاول انه تحافظ عليه او حتى تحافظ على العلاقة اللي بيناتكم من التدخلات الخارجية ممكن يكون اكو شخص واقف بينك وبين الشريك ممكن يكون معارض من اهلك او حتى من اهل الشريك اللي انت تتعامل وياه هذا الشخص اشوف موقف العلاقة اللي بيناتكم مقطوعة ممكن تكون انت بالفترة الحالية مقطوعة علاقتك بالحبيب بسبب موضوع علاقة ثلاثية او حتى وجود طرف ثالث معارض بينكم بالعلاقة فلانه اشوف انه اكو امر فجأة صاير وياك او راح يصير وياك ببداية السنة ممكن يكون يخص علاقة بالنسبة للمرتبطين او حتى المتزوجين اما بالنسبة على صعيد العامل بعض منكم ممكن انه يكون بالفترة الحالية داخل بشراكة بالعمل لانه ده اشوف ايضا عندك تقدم بس قاعد تتقدم بحذر بالعمل ممكن ان بعض منكم يكون داخل بعمل جديد او شراكة بالعمل وقاعد يتقدم بهاي الشراكة خطوة خطوة عنده نوع من الحذر من المخاوف انه هو يخسر بيها او ممكن يكون حتى داخل عمل جديد ولكن اكو شخص دي يأثر عليك بهذا العمل اللي انت دخلته ممكن يكون شريك وهذا الشريك انت ما مرتاح لاندك شكوك اتجاه او حتى ممكن يكون شريك عاطفي شخص انت قاعد تتعامل وعندك نوع من الشكوك والاوهام اتجاهها لانه طلعت هنا طاقة الاسرار موجودة ممكن تكون عند هذا الشخص خاصة اذا كان من برج الحوت فهاي الطاقة العامة بالنسبة لكم لبعض البعض الثانية اشوف انه انت مركز على العمل بالفترة الحالية والبعض منكم منتظر شخص يصير بينك وبينك كلام او حتى موضوع رجوع اشوفوا الاكثرية من عندكم قاعد تنتظرون رجوع تنتظرون بداية جديدة ويا شخص او حتى تعويض رباني لبعض من عندكم الثاني قاعد اشوف انه بهاي الفترة مركز تركيز عالي سواء كان على العمل او حتى اذا تشن الطالب ممكن تركيزك يكون على القراءة يعني بالفترة الحالية ووضعك الدراسي اشوف انت مهتم بوضعك الدراسي وقاعد تحاول انه توصل او تحقق نجاح بوضعك الدراسي او حتى العملي اشوفك مشغولة هواية بالعمل وعندك نوع من عدم الاهتمام بالفترة الحالية ده تحاول اكو شخص بحياتك ما تبين لاهتمامك به مثل ما نقول لابس وجه خشب عليه رغم انه انت مراقبة من البعيد ومتمسك به ولكن ما تريد تتقرب منه وتصرح بمشاعرك ممكن يكون انت متخد موقف اتجاه هذا الشخص بسبب موضوع صار بينكم بالماضي عموما هاي طاقتك العملي بالفترة الحالية في الفترة السابقة مريت بمرحلة انفصال مؤلم الانفصال اللي صار بينك وبين هذا الشريك او حتى راح يصير اه ما اشوف انه انتو سبب منه ممكن اكو طرف ثالث دخل بينكم وهو خلى هاي العلاقة اللي بيناتكم تنهد وتنتهي ممكن يكون طرف من العائلة لانه اشوف انت حتى اوضاعك على الصعيد العائلي اكو اشخاص منافقين موجودين واياك بالعائلة ممكن الناس قاعدة تغشك او تخدعك بصورة ما موجودة هي من العائلة موجودة يعني شخص من عائلتك نفسه شخص ممكن يكون مقرب اليك او حتى ممكن يكون شريك اشوف انه انت مريت بمرحلة مؤلمة مريت بصدمة مثل ما نقول انت ممكن تكون بسابق مرة بصدمة او حتى بداية السنة ويانك بدت بصدمة هذا الشي مسبب لك متاعب هواية اشوف عندك نوع من الانعزال بالفترة الحالية صاير انت منعزل عن الناس اتحاول تقيم التجارب اتحاول تبحث اكو موضوع انت قاعد اتحاول مرة واثنين واثنين واثلاثة واربعة بما عندك يا اسمنة شنت بالماضي ممكن هذا الموضوع يكون قلت لكم بخصوص شخص اللي انت مرتبط به ممكن يكون اكو اطراف خارجية تدخل بعلاقتكم وهي قاعد سبب المشاكل او حتى هي اللي سبب انفصال البعض الثاني اشوف ممكن يكون مار حتى بانفصال يعني طلاق البعض الثاني ممكن ايضا يكون مريت بحالة وفاة بالسابق وهي الحالة ما للوفاة او الموضوع اللي الازمة اللي صارت الصدمة اللي عانيت من عدها ظلت مأثرة عليك المهم ده اشوف انتوية بداية السنة اكو اكو حدث مفاجئ راح يصير وياك اذا ما تشان صار بالفين وعشرين اول ما تبدي اكو حدث مفاجئ قدري راح يصير شي قدري راح يغير لك حياتك تماما ممكن يكون هذا الحدث مؤلم بداية الامر اليك راح تتقلم من عنده ولكن بعد هذا الحدث الامور كلها راح تنقلب وراح تصير صالحك امورك كلها راح تتحسن اشوف قلت لك عندك نوع من بالفترة الحالية يعني انعزال طاقة الانسحاب انت منسحب مبتعد عن الناس ده تحاول تقيم حياتك تقيم التجارب اللي مريت بيها بالسابق ده تريد تستفاد من الاخطاء اللي انت مريت بيها ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج العدراء او حتى ببرج العقرب وهذا الشخص ينطبق عليه سيناريو اللي قلته سيناريو الانفصال الصادم اللي صار اليك او حتى الحدث المفاجئ البعض منكم ممكن يكون مر بخسارة مالية خسارة عاطفية او حتى خسارة انسان من العائلة مقرب منك ممكن يكون شخص كبير من السن مات وانت اثر عليك وفاة هذا الشخص بصورة كبيرة هاي بالنسبة للطاقة العامة للسنة طاقتك انت اشوف اهم الاحداث اللي راح تصاروا ياكب هاي سنة اكو باب رزق راح ينفتح لك مفاجئ هذا الرزق اشوفه راح يغير حياتك المادية ويحسن من عندها من بعد ما كانت امورك معلقة على الصعيد المادي على الصعيد العملي اشوف انه اكو بداية السنة راح تبلش ممكن تبدأ تفكر بمشروع او تخطط بمشروع او حتى اذا كنت مخطط لهذا المشروع فراح تبلش تمشي اتحقق هذا المشروع او هاي الخطوة ولكن اشوفك متباطئ بتحقيقها لانه ممكن تكون منتظر مساعدة من الشخص او حتى ممكن تكون الشراكة اللي قلت لك ياها بالاول اشوفك متباطئ بالتقدم هذا العمل انت ما قاعد تستعجل انت اساسا طاقتك ترابية فتتقدم البطئ اشوف انه انت قاعد تحاول تدرس هذا المشروع بالفترة الحالية اه دا تحاول تقيمه من جميع الجوانب ما عندك روح المجازة فانت تفكر هوايا قبل ما تخطي خطوة الى الامام اشوفك قلت لك يعني عندك نوع من البطئ ولكن انت قاعد تتقدم من الحلم اللي انت تريده او حتى تحقيق هذا المشروع او العمل قاعد تتقدم الى ولكن انت تقدم راح يكون ببطئ اول نصف من السنة بعد النصف الثاني من السنة الامور تبدأ بالتحسن خاصة على الصعيد المادي اشوف عندك مصاريف هواية مسئوليات هواية ببداية السنة راح تكون خاصة على الصعيد العائلة ممكن تكون انت عندك مسئولية شايد مسئولية بيت شايد مسئولية اهل او حتى اولاد البعض منكم متزوجوا عنده اولاد فاشوف عندك نوع من الملل الروتين من العمل اللي انت موجود به وده تحاول انه تفكر بطريقة جديدة لكسب المال الارباح تركيزك المادي كلش عالي ببداية السنة راح يكون قلت لك لانه البعض منكم ممكن يكون مار بخسارة مالية بالسابق وهاي الخسارة اثرت على وضع المادي بصورة كبيرة وتعلقت امورك فترة لبعض من عدكم ممكن يكون يعني انا هاي الورقتين مني اطلع لعندي سوى ويا ورقة الشيطان لبعض منكم ممكن يكون اكو عمل مؤثر علي وهو اللي موقف امورك العملية والمادية فاللي يحسون او ممكن يكون اكو شخص مسوي لكم عمل وانتوا عدكم علم بي او حتى شيك فاتاكدوا حصنوا نفسكم ارقوا نفسكم بروقية شرعية اكو حسد عالي عليكم اشوف اكو هواية احداث قاعد تصر بكم وبسبب الحسد بسبب ممكن موضوع عمل صاير لكم من امرأة اي دا اشوف هاي الامرأة عندها طاقة طاقة خبث يعني طاقة مكر خداع ممكن تكون من العائلة وممكن تكون امرأة غريبة ايا كانت ولكن اشوف انو تأثيرها كبير هاي الامرأة بحياتكم واموركم اغلب الامور هنا طلعت لكم معلقة وياهاي الورقة فانتو بالتأكيد اكو عندكم طاقة سحر موجودة ممكن تتعرضون السحر ببداية السنة او ممكن تكونون تعرضتوا الى بنهاية السنة الفاتت فاشوف انو لازم ترقون نفسكم لازم تسوون استشفاء لانو حتى وضعكم الصحي مدى اشوفه ذاك الوضع الزين يعني فاموركم شوية راح تبلش ببداية السنة موذيتش الامور التمام شوية بها تباطو اموركم راح تبدأت تتباطئ شوية شوية بالاعمال بالعاطفة بكل شي عدكم تباطو اكو امور معلقة مقاعدة تتيسر تحسوها ولكن النصف الثاني ان شاء الله تبدأت تتيسر الامور تمشي شوية شوية بس ارجع اكرروا لكم طاقة السحر اللي موجودة عدكم قوية جدا دا اشوفها البعض منكم هاي طبعا قراها عامة مو لكل البعض وطبعا البعض اللي دا اقول عليهم هم يعرفون نفسهم يعني الناس اللي دا اقولاني ممكن يكون عندها سحر هي اكيد اما تعرف انو هي عليها عمل او حتى شاكة بشخص ممكن بيكون مساوي لها عمل فارقوا نفسكم حصلوا نفسكم من العين من الحسد من السحر الاذكار دائما خليكم دائما اذكار مساء اذكار الصباح صورة البقرة اسمعوها الرقيات الشرعية ما للسحر همينة ركزوا عليها بهاي الفترة يحاولوا تكتمون ارزاقكم لا تحشون الارزاقكم للناس تكتمون اموركم الحلوة لنفسكم حتى قضاء الحوائج هي قضاء الحوائج لازم تنقضي بالكتمان فاللي لازم تسوي انو انت تكتم لانو حتى نقاطة القوة اللي عندك هي انو انت تكتم المشاريعك احلامك ممكن انو الانسان حتى احلامه ينحسد عليها تكتم اموالك تكتم على كل شي حلو موجود بحياتك حاول تحافظ عليه مثل ما نقولون اخواننا المصريين داري على شمعتك تئيد فانت حاول انو تكون كتوموا بهاي السنة على ارزاقك على احوالك العاطفية استقرارك العائلي اي موضوع ممكن تريد تخطي عليه خطوة حاول انو تكتمه بهاي السنة لانو عندك طاقة حسد كلش عالية موجودة وايضا طاقة العمل للبعض من عدكم موجود اللي يعرفون نفسهم من اقول طاقة عمل هما يعرفون انهما ممكن يكونون متعرضين السحر فارجع اكرر للكم حاولوا تحصنون نفسكم بالاذكار او تتخلصون من هذا السحر اللي موجود عليكم لانو راح يعرق للكم هواية امور خاصة لامور المادية لكم. هاي على الصعيد العملية قلت لكم اشوف عدكم تقدم بالعمل راح يبدأ يبلش ببطء شوية لانو انت خطواتك بحذر متباطئ اشوفك على الصعيد العملي دا تمشي بحذر خطوة خطوة اه خايف من الخسارة خايف انو تخطي خطوة غير محسوبة وتأدي الى خسارة لانو انتو البعض منكم اولي خسران متعرض الخسارة مالية بالسابق فهذا الشي مخلي عنده حذر على الوضع المادي بالفترة الحالية وراح تتقدم وبطء بمشروع واشوفك راح تنجح بهذا المشروع المشروع اللي انت قاعد تشتول عليه ممكن يكون بيتنقل ممكن يكون بمكان بعيد عليك او حتى بيسفر فاشوف الاسفار البعض من عندكم عنده سفر متأجل صار لفترة يا برج الجديد السفر ان شاء الله بداية الشهر الثاني للناس اللي مقدمين على هجرة او شي وامرهم كان معلق فاشوف الشهر الثاني اكو راح يجيكم خبر عن موضوع سفر شان متأجل عليكم او متأخر صار لفترة وراح يتيسر ويتم هذا السفر خلونا ننتقل على الوضع الصحي الوضع الصحي مثل ما قلت لكم يعني الطاقة قاعد اتكرر نفسها البعض منكم هو متعرض السحر او عمل او حتى طاقة حسد كبيرة وهذا الشي ماثر على لامورك كلها اشوف انه ممكن اتعانون بالمشاكل بالظهر بهاي الفترة الظهر المفاصل اكثر شي بعض الناس من عدكم ده اشوف عدكم الام بالظهر بالاقدام ده تصير عدكم بالمفاصل هذا الشي محتاج منك وقفة محتاج منك انه تستشير طبيب هواي الناس قاعد اشوف يعني مريته بازمة صحية بالسابق او حتى حتمرون بازمة صحية ولكن راح تعدي ان شاء الله الامور على خير وراح يصير عدكم شفاء ولكن محتاج من عدكم تركيز اكثر تخلون تركيزكم على الوضع الصحي وتهتمون به البعض منكم اشوف ممكن تكون عنده مشكلة بالاكتاف وبالظهر اكثر شي هذا طالع يمني على الوضع الصحي فاذا كانت عدكم هاي المشكلة حاولوا تحلوها لانه اذا ضليت وتهملوها احتمال تتعرضون يعني عملية جراحية تخص هذا الموضوع العملية الجراحية اذا كانت تخص الظهر انا قلت لكم اشوف انه الامور اتعدي على خير ولكن محتاجة منك تركيز لازم تهتم باوضاعك الصحية بهاي الفترة وتركز عليها بصورة عامة بالنسبة للأوضاع العائلية برج الجدي احذر من شخص منافق موجود بالعائلة وياك هذا الشخص ممكن يكون مقرب وطاقة هنا طالع يمني طاقة هوائية هذا الشخص قاعد اشوفه ممكن يكون ينقل كلام اه بالبيت او حتى يسبب فتنة يسبب مشاكل اه هذا الشخص ممكن يكون دا يغشك او حتى البعض من عندكم ممكن يكون هاي طبعا القلة قليلة منكم البعض منكم هذا الشخص اللي من العائلة موجود ممكن يكون سارق منك اموال او سارق منك حاجة وانت بعدك الحد الان ما مكتشف هذا الشي اشوف راح اتكشفه بالفترة الجاية ولكن احذر من اشد الحذر لانه هذا الشخص اول شي ينقل كلام منك ويوديل غيرك وسبب مشاكل بينك وبين الاطراف الثانية اللي موجودة هذا الشخص ممكن يكون حتى هو اللي على الصعيد العاطفي هو اللي موقف امورك او حتى هو سبب الخراب اللي صاير بينك وبين الشريك طبعا للبعض منكم وللكل اللي قرأت طاقتهم بالبداية فاشوف انه هذا الشخص اللي بن العائلة احذر من عنده اشد الحذر ممكن هذا الشخص يسرق منك اموال ممكن يسرق منك حتى افكار ممكن يكون يسرق منك ياخذ منك كلام وهذا الكلام ياخذه ينقل الغير ناس وتسبب لك مشاكل هذا الشخص اشوف اللي موجود بالعائلة يسبب لك مشاكل هواية متاعب هواية وايضا عنده طاقة الاعمال بالخفاء يشتغل من وراء ظهرك يحاول يخرب عليك امورك فاحذر طاقة هذا الشخص اللي موجود بمحيطك واللي قاعد اشوفه من العائلة شخص مقرب من عندك لانه هاي ورقة العائلة فمن تطلع بورقة العائلة ورقة السيفنة في سورد بمعناها اولودي اكو شخص بالعائلة انت مخدوع بي هذا الشخص اللي انت مخدوع بي ممكن قلت لك احذر من عنده احذر على اموالك احذر على اغراضك اكيد انت من راح احتي عن هذا الشخص راح تعرف من خلال طاقته منه هو موجود فاحذر من هذا الشخص بهاي السنة لانه اشوف تأثيره راح يبقى وياك لحد شهر الثامن من هاي السنة هذا الشخص راح يبقى يأثر عليك بهواية امور ولكن هو ينتشف بالاخر احلامك وتطلعاتك يا برج الجدي برج الجدي اشوف عندك احباط مطبيع بهاي الفترة انت عندك طموحات عندك احلام هواية ولكن قلت لك انت ما اخذ وقفة ما اعرف شين هاي الوقفة اللي انت ما اخذه ليش انت هل يد متباطئ بالامور المادية او حتى بحياتك بصورة عامة انت منعزل اساسا طاقتك طاقة هنا برج العدراء ايضا متباطئ فبعض من عندكم دا توصلني طاقة انه ممكن تكون الامور العاطفية مأثرة عليك على يعني على شغلك على نفسيتك اشوفك محباط اشوفك متعب يعني من تطلع هاي الورقة بالامال والطموحات يعني معناها انت بالفترة الحالية حتى احلامك وطموحاتك كلها مأجيلها ما قاعد تريد تحققها انت متباطئ كلش عندك طاقة تحباط شديدة تأخيرات هواية صايرة عندك ممكن امور هواية متعرقلة بحياتك هذا شيء مخليك قاعد هاي القاعدة برج جدي ارجع وقل لكم اشوف انه اكو عمل مأثر عليكم بصورة كبيرة او حتى طاقة حسد كل شعال يحاولوا ترقون نفسكم من الحسد ومن طاقة العمل للناس اللي تعرف انه هي ممكن يكون عندها عمل فهاي طاقة مال الاحباط من تطلع بالامال والتوقعات معناها انت ماخذ وقفة انت موقف كلش بالفترة الحالية خاصة اول 14 من السنة اشوفك راح اتوقف امورك كلها اتوقف احلامك اتوقف يعني حتى اوضاعك العاطفية انت متريد تمشي تخطي خطوة الى الامام انت باقي متوقف بمكانك بهاي الفترة ولكن بعد هاي الفترة اشوف امورك تبدأ شوي شوي تتحسن تستعيد القوة البعض منكم ممكن تكون عندها احلام وطموحات يطلع العمل جديد ولكن هو باقي على المضمون لان قلت لكم هنا عدكم تباطئ فانتو متباطئين ما قاعد تمشيون تخطون خطوة جديدة انتو باقي على الشيء المضمون اللي موجود عندك الثابت وده تحاول تشتغل علي قاعد ترفض هواية عروض قاعد تجيك ممكن تكون من اشخاص تتعرفهم اعمال جديدة او شراكات جديدة ده تحاول اكو اشخاص قاعد يجون ده يحاولون انو ممكن يحققون شراكة وياك ولكن انت قاعد اشوفك متباطئ وما قاعد تخطي خطوة للامام قلتلك فحتى احلامك وطموحاتك انت بالفترة الحالية ناوي انو تركز على الشيء اللي موجود بين ايدك خاص اول اربعة شهر من السنة لانو عندك مخاوف وبعدها تبلش تبدأ البداية الجديدة او تنطلق مثل من يقول انت حاليا ده اشوف وضعك طاقتك طاقت تباطئ بكل الامر فخلونا ننتقل للوضع العاطفي الى برج الجدي اللي قاعد اشوفه مأثر على حياتك كلها بصورة عامة برج الجدي مثل ما قلت لكم البعض منكم مار بانفصال هاي الورقة وهاي الورقة هي ورقة النهاية وهنا ايضا عندك ورقة دورد هي ورقة النهاية فانت ممكن البعض من عندكم يكون ناهي علاقة فعلا ونهاية العلاقة هاي مكانت نهاية مرضية اليك هاي العلاقة ممكن انت شن تباني عليها هواي امال هواي ضحيت بها هواي حاولت تبني او تأسس يعني هي ورقة التور اصلا هي شوفوا هو بيت كان ثابت ومستقر فجأة اجدت عاصفة هذا طبعا التأثيرات هاي مو نتائج اعمالنا هاي تغييرات قدرية تكون ورقة الميجر اركانة فاكو شي مفاجئ صار بحياتك هذا الشي ادى انه البيت اذا كنت انت مثل متزوج فممكن يكون هاي الورقة تكون ورقة الطلاق البيت اللي انت بنيته وتعبت عليه وضحيته هواية وحاولت هواي حتى تحافظ عليها بخاصة المزوجين هنا قاعد اشوف الناس المزوجين وهما يعني ممكن يكون بينهم زعل او حتى انفصال يعني صاير ولكن مو ما اشوف انفصال رسمي بعض منكم بعد هالعلاقة ما منتهي اكو بعض كلام بها ممكن يكون بسبب طرف ثالث مثل ما قلت لكم فانت حاولت بكل مجهودك انه تحافظ على هذا البيت تحافظ على هاي العلاقة للناس اللي مرتبطين تكمل هاي العلاقة شنة تحس نفسك مكتمل بهاي العلاقة هاي العلاقة كانت بالنسبة اليك هي قدرية انت شنة تباني عليها هواية امال واحلام فجأة دا شوف صار شي مشكلة او حدث هد الاحلام اللي كانت عندك كلها فسق في التوقعات العالي اللي كان عندك كله انهد الها سبب انت عندك احباط ومتعلقة امورك كلها قلت لكم يعني ممكن تكون طاقة السحر هي اللي مأثرة لانه طرعت ايضا ورقة الشيطان اه بالعلاقة العاطفية فممكن العمل اللي عندك يكون عمل عاطفي ممكن يكون يعني من طرف اه شريك الك او حتى من ناحية الطرف الثالث اللي موجود بينك وبين الشريك هو ممكن يكون اللي يمسوي هذا العمل اللي يمخليك بهاي الطاقة المتعبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة